واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير أكتر وقت من حس حالنا قوية هو الوقت يلي بنعرف أنه قلوبنا نضيفه الإنسان يلي بيشعر أنه قلبه نضيف ما في حدا يقدر يوجه له أي لوم إنسان عنده قوة لهيك أقوى سلاح عطانا إيه الله هو التوبة وأجمل وأكبر عطية عطانا إيها الله هي الغفران أقوى سلاح عطانا إيه هو التوبة لحتى ترجع قلوبنا نضيفه ونستعيد قوتنا الداخلية وأجمل هي بعطانا إيها هي الغفران ما في ملام عليك كل خطيئك مغفورة بدم الرب يسوع لما بنطلب من الله يغفر لي لما بتطلب من الله أنه يغفر خطيئك تقدر تقدر الغفران وبتعرف قداش الغفران بيعطيك فرصة جديدة الغفران بيعطيك فرصة جديدة الغفران بيعطيك إدرا أنه تغير اتجاه حياتك الغفران بيعطيك حرية من مشاعر الخوف من مشاعر القلق من عدم الشعور بالاستحقاء تماما متل لما بنكون غلطانين مع بعضنا بتشعر أنه أنت مش مستحق محبة أو أمانة أو صدائة الشخص الآخر لأنك عملت عمل ضده لكن لما بيغفر لك بتشعر بالاستحقاء تشعر أنه الصداقة كلها رجعت انبنت المشاعر الحقيقية رجعت أخذت مكان الصحيح الغفران بيخلق فينا رغبة أنه نكون أفضل دايما لما منبدأ بصفحة بيضة بيكون لدينا شعور أنه فينا نكون أفضل لما منطالب الله بهذه المشاعر أو لما منستمتع بهذه المشاعر اللي بيعطينا إياها الله بهذا التجديد لحياتنا كيف فينا نمنع هذه الأحسيس أو نستكترها على الآخرين ربما أول شيء منقول لي أنه أنا ما جروح كتير ومرات فعلا فيه جروح كتير كبيرة لكن الصلاة قدام الله بتطيب جروحنا بتعزينا وبتأوينا مرات منفكرين كان الغلطة أو الأزي اللي تعرضنا له كتير كبير ما فينا نغفر لكن هل عدم الغفران بيصلح الغلط يلي صار بحقنا أو برجع حقنا الضايع أم أنه عدم الغفران بيسجننا بيخلينا سجناء جوات الحقد والغضب والشعور الدايم أنه أنا تحي إذا ما قدرنا نغفر إذا مش قادر تغفر إذا مش قادر تغفري دايما عندك شعور أنه أنت ضحية والشعور أنك ضحية بيخليك أضعف إنسان بالوجود ما بتقدر تتقدم لحظة بأي شيء بدك تعمله لما بتحرر من الشعور أنه أنا ضعيف أو أنا ضحية هذا بيخلق فينا شعور أنه أنا بقدر استمتع ببراكات كتيرة بالحياة وعندي قوة أنه حقق أشياء كتير كبيرة بحياتي لكن لازم يكون عنا الرغبة أول شيء أنه نتخلص من الحقد ومن الانتقام ومن رغبة التعويد مرات مشعر أنه عدم الغفران هو تعويد لألنا لكن عدم الغفران ما بيعطينا ولا أي تعويد عدم الغفران ما بيعود الأزيية التي تعرضنا له لكن إطلاق المشاعر السلبية من حياتنا بيفتح مجال جديد بحياتنا بقلوبنا بأفكارنا حتى تعويدات الله تنسكب بحياتنا ونحن محتاجين لهذا النوع من التدرب كل يوم كيف نطلق المشاعر السلبية وكيف إقبل لازم نقبل لازم يكون في عنا قبول أنه الأزى صار فعلا فيه خسارة وأنا مستعد أنه أتحمل هذه الخسارة واتخطى مشاعر المجروحة لمشاعر فيها شفاء مشاعر صحيحة فيها شفاء بمحبة الله حتى مثل ما قلت أقدر استمتع بالبركات اللي الله بيعطينا إياها كل يوم كل يوم جديد الله عنده بركات جديدة لحياتنا لحتى ما نبقى بخسارة الماضي